هل ما زال في فكر السيد المالكي الآن يعني الحصول على ولاية يعني والله ما سامعين من عنده ويريد يحصل على ولاية وإلا عنده طموح شوف أكون مسألة جدا مهمة أكون واحد يلاحظها حس الطموح مشروع لكل إنسان اليوم تريداد تطمح أن تكون أنا أطمح مثلا اليوم أن أكون وزير أطمح أن أكون نعاف الدورة القادمة هاي طموح مشروع يعني لكن هو جمهور السيد المالكي انتخب السيد المالكي قليد رئيس وزراء هو ما زال يناغم هذا الجمهور يعني هو ما يتحدث بهذه الطريقة لكن في نفس الوقت يعني اليوم ما يكون شخص اليوم تعرض عليه رأس الوزراء ويشوف بها مصلحة عامة وما يقبل